من حبس الأنفاس لترقب احتمالية رد إسرائيلي كبير على إيران وفق صحف عبرية إلى موقع سري خطير تخبئ إيران منشأتها النووية فيه بعيداً عن القنابل المتخصصة لاختراق التحصينات خبراء كشفوا وفق تقارير مختصة تكتيكياً إيرانياً لدفن منشأة ناطنز المخصصة لتخصيب اليورانيوم وسط إيران عميقاً تحت الأرض لدرجة أن بعض القنابل الأكثر تقدماً قد لا تفلح بالوصول إليها المنشأة النووية يقول خبراء إنها مكونة من ثلاث مبان تحت الأرض اثنان منها مصممان لاستيعاب خمسين ألف جهاز طرد مركزي وفق معلومات منظمة مبادرة التهديد النووي وفقاً لتقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية وقالت فيه إن صوراً التقطتها أقمر صناعية وحل لها مركز جينز طوال أربعة أشهر هذا العام أكدت أن البناء في الموقع استمر وأن الحفر وصل إلى نحو مائة متر تحت الأرض وبالإضافة إلى منشأة نوتنز هناك منشأة فوردو للتخصيب وهي مصنع تم بناءه داخل جبل على حفة صحراء الملح الكبرى في إيران ما يجعل إسرائيل تفشل بتدمير المواقع النووية الإيرانية بالأسلحة التقليدية التي تمتلكها في ترسانتها بحسب ما قال مدير العلوم العسكرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لذا يكشف المعهد أن إسرائيل قد تستعين بقاذفة بيتو سبيرت الأمريكية لإطلاق القنبلة المصممة لاختراق ودك التحصينات حتى عمق ستين مترا تحت الأرض وربما أكثر وهي بسبعة وخمسون جي بيو فئة ثلاثين ألف رطل وحتى هذه القنبلة قد لا تكفي لتدمير المنشآت إذ أن الأسلحة النووية هي الوحيدة القادرة على تدمير أهداف بأعماق الأرض أو الأنفاق بحسب مختصين موسيقى موسيقى موسيقى